حسن الخلق من آذن خصال التقوى التي لا تتم إلا به كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وعاد تلميذي وحديث الحسن وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصال الإيمان فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسن بخلق وحسن الخلق من أسباب دخول الجنة فقد سير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله حسن الخلق وفي حديث ما من شيء أذقل في الميذان من حسن الخلق حسن الخلق عفة اللسان وطلاقة الوجه ولين الجانب وحياة فطري وبذل معروف للناس قولا وفعلا واحتمال وكف الأذى على الناس نسأل الله أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئة إلا هو الله أمامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر